موسيقى موسيقى أهلا بكم مشاهدينا وهذه حلقة جديدة من برنامج أسبوع الصحافة أبداؤها بالعناوين صحيفة العربي الجديد اللندنية حراكو أربيل يماهد لتوزيع الرئاسات والمناصب بسلة واحدة صحيفة الحياة اللندنية ارتفاع ملوحة شط العرب يهدد الحياة في البصرة صحيفة الشرق الأوسط آلاف العائلات مشردة بعد أربع سنوات على حرب غزة وفي تقرير لصحيفة الغد الأردنية أمريكا والصين تدخلان في أكبر حرب تجارية بالتأريخ من المقالات لعبة الكراسي السياسية لحسن سنجاري في التأخير العراقية ترامب وحرب البترول الجديدة لعاد اللمطيري في العرب القطرية فاصل قصير نتابع بعده التفاصيل موسيقى البداية من صحيفة العربي الجديد اللندنية حراكو أربيل يماهد لتوزيع الرئاسات والمناصب بسلة واحدة تقول العربي الجديد بعد فشلها في تحقيق نصاب الكتلة البرلمانية الكبرى وجهت كتل سياسية بوصلتها باتجاه قوى إقليم كردستان ولسيما الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه مسعود البرزاني في مؤشر على أن أحزاب بغداد ما زالت تؤمن بأن أي تحالف لا يمكن أن يكتمل من دون الأكراد والذين أثبت الواقع أنهم كانوا وما زالوا بيضة قبان العملية السياسية ويرى المحلل السياسي العراقي حسان العيداني أن توجه الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات نحو إقليم كردستان يشير إلى وجود رغبة بتوسيع إطار تحالفات تشكيل الحكومة مبينا في حديث للعربي الجديد أن تقارب نتائج الانتخابات أرغم القوى الفائزة على العودة إلى الحلفاء القدامى بعد فشل مساعي تشكيل تحالفات طائفية ضيقة وفي صحيفة الحياة اللندنية نطالع ارتفاع ملوحة شط العرب يهدد الحياة في البصرة حيث أعلنت رئيس لجنة الإعمار والتطوير في مجلس محافظة البصرة زهر لبجاري في تصريح للحياة أن هناك كثيرا من المناطق تأثرت بشكل بالغ بارتفاع نسب الملوحة ومنها مركز المدينة ومنطقة أبي الخصيب التي تشتهر بالزراعة مؤكدة أن التأثير سيكون كبيرا في المستويين الإنساني والزراعي وكان مركز علوم البحار في جامعة البصرة أصدر تقريرا مطلع الشهر الجاري أكد فيه أن مياه شط العرب تسجل ارتفاعا في نسب الملوحة لم تشهد مثله منذ أكثر من عشر سنوات وأشرت تقرير إلى أن المياه لن تكون صالحة للاستخدام إلا بعد إنجاز مشاريع جديدة ووفقا لمعايير ونظمة الصحة العالمية فإن نسب الملوحة في المياه يجب أن لا تزيد على ألف جزء في المليون وهي نسبة تخطتها مياه البصرة منذ فترة طويلة ونقلت صحيفة كل الأخبار العراقية عن مجلس واسط قوله شحة المياه تحول بساتين بدرة وجستان وزرباطية إلى صحاري جردان ويقول عضو مجلس المحافظة صاحب لتشليباوي بتصريح صحفي إن بساتين المناطق الحدودية في واسط وخاصة زرباطية وبدرة وجستان كانت من أكبر البساتين المنتجة لأغلى أنواع التمور العالمية ويضيف لتشليباوي أن البساتين تعرضت للتجريف بعد موت جميع النخيل فيها وتحولت إلى صحراء جرداء لمساحات واسعة بسبب شحة المياه ويوضح أن بعضا من تلك البساتين تعرض إلى حرائق كبيرة التهمت مئات أشجار النخيل وبالانتقالة إلى الشؤون العربية والعالمية عنونت صحيفة الشرق الأوسط آلاف العائلات مشردة بعد أربع سنوات على حرب غزة تقول الشرق الأوسط يحيي الفلسطينيون في قطاع غزة الذكرى الرابعة للحرب الإسرائيلية المدمرة التي استمرت 51 يوما وبحسب إحصائيات متطابقة من عدة جهات مشرفة على ملف إعمار قطاع غزة فإن الاحتلال الإسرائيلي دمر خلال الحرب أكثر من 11 ألف وحدة سكنية بشكل كلي وأكثر من 56 ألف وحدة دمرت بشكل جزئي ويقول مهر الطباع الخبير الاقتصادي إن عملية الإعمار ما زالت تترنح وغير مكتملة وإن قطاع الإسكان ما زال يعتبر بطيئا ونوه الطباع إلى أن الوضع الاقتصادي في قطاع غزة سيء جدا وأن كل المؤشرات الاقتصادية تشير لسوء الأوضاع على مختلف الأصعد وقد تزداد في الفترات المقبلة وخاصة على مستوى معادلات البطالة التي تتجاوز 49% بوجود أكثر من ربع مليون عاطل عن العمل وهي معادلات البطالة الأعلى بين الدول العربية والعالم أما صحيفة الوطن العمانية فجاء فيها الروهينغا وحدات خاصة وراء طردهم من ماينمار واتفاق سري مع الأمم المتحدة لن يمنحهم الجنسية تقول الوطن لن يحصل اللاجئون الروهينغا العائدون إلى ماينمار على ضمانات صريحة بمنحهم الجنسية أو حرية الحركة في ماينمار وذلك بموجب اتفاق سري بين الحكومة والأمم المتحدة اطلعت عليه رويترز وعقدت الأمم المتحدة اتفاقا مبدئيا مع ماينمار في نهاية آيار مايو بهدف استماح لمئات الآلاف من المسلمين الروهينغا الذين فروا إلى بنجلادش بالعودة طواعية وبأمان إلى ماينمار لكنها لم تعلن تفاصيل الاتفاق وتقول جماعات تدافع عن حقوق الإنسان ووكالات إغاثة إن المفاوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذين قضايا شهورا في التفاوض بشأن الاتفاق لم يحصل على تنازلات قوية من حكومة ماينمار لا سيما في قضايا مهمة مثل الجنسية وحرية الحركة وتقول متحدثة باسم الأمم المتحدة إن سياسة المنظمة الدولية هي عدم التعليق على وثائق مسربة وفي تقرير لصحيفة الغد الأردنية أمريكا والصين تدخلان في أكبر حرب تجارية بالتأريخ يقول التقرير ردت الصين على الرسوم التجارية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على صادراتها إلى الولايات المتحدة رافعة من حدة نزاع التجاري المتفاقم والمتفلت بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم ويحذر الخبراء منذ أشهر من أضرار محتملة لمواجهة تجارية مماثلة ليس فقط على صعيد الاقتصاد الأمريكي بل أيضا على صعيد الاقتصاد العالمي تهدد بوقف نمو اقتصادي مستمر منذ سنوات ويضيف التقرير يبدو أن المحادثات التي استمرت لأشهر بين القوتين الاقتصاديتين ولا سيما ضمن منظمة التجارة العالمية فشلت بعد أن حذرت ترامب قبل ساعات من دخول الرسوم حيث التنفيذ بأن واشنطن مستعدة لتصعيد النزاع ملوحا بفرض رسوم إضافية بمئات مليارات الدولارات على السلع الصينية وندد ترامب مرارا بما اعتبره سوء معاملة الصين للولايات المتحدة اقتصاديا ويختم التقرير باتهام بكين للولايات المتحدة بمهاجمة العالم بأسره عبر فرض الرسوم الإضافية مشيرة إلى أن غالبية الصادرات الصينية التي ستطالها الرسوم تصنعها شركات ذات استثمارات أجنبية وحتى أمريكية وننقلكم مشاهدينا إلى الكاريكاتير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أهلا بكم إلى زاوية مقالات نقرأ لحسن سنجاري في التأخي العراقية لعبة الكراسي السياسية يقول سنجاري دهاقنة السياسة وفطاحلها يلعبون بمكر وخديعة ونفاق من أجل الوصول إلى الكرسي بأي ثمن كان حتى وصل سعر كرسي البرمان العراقي المعلن إلى مليوني دولار وما خفي كان أعظم في سابقة خطيرة لمثيل لها في كل دول العالم ويضيف سنجاري التمسك بالكرسي ظاهرة فريدة لا يلعبها إلا سياسي الصدفة ومن فقدوا ثقة الشارع وكأنه ملك متوارث عن الأجداد ليصولوا ويجولوا بالمال العام دون وازع ضاربين بنود الدستور عرض الحائط ليؤسسوا ديكتاتورية الديمقراطية وفي العرب القطرية كتب عادل لمطيري ترامب وحرب البترول الجديدة يقول لمطيري كعادته الرئيس الأمريكي ترامب يمارس التهديد والوعيد والمساومة العلنية التي لا تخلو من التحقير لحلفائه على الأخص وتذكيرهم بعجزهم وحاجتهم الأمنية للولايات المتحدة فسياسات ترامب متناقضة فمن ناحية يريد من العالم عدم استيراد النفط الإيراني ومن جهة أخرى يطلب من روسيا وهي حليفة إيران أن تزيد من إنتاجها لتعويض النفط الإيراني ويختم لمطيري بقوله لم تعد الشعوب الخليجية تتحمس لحروب البترول كما في السابق ليس فقط لأن حروبنا لم تحقق أهدافها بل لأن المواطن الخليجي بحاجة لكل دولار ممكن أن يخسره في تلك الحرب الاقتصادية خصوصا مع تزايد أعداد البطالة وتفاقم أزمة السكن في دول المنطقة ونقرأ لواء المرزة في صحيفة المدينة السعودية في الفوضى التي يشهدها العالم يقول مرزة ثم تخطأ يجري من حولنا في هذا العالم الكبير فكل المعطيات تشير إلى أنه حساس وخطير وأن تأثيره السلبي يهدد البشر في كل مكان لكن المفارقة تتمثل في أن أصحاب القرار الدولي يتعاملون مع أعراضه السطحية دون البحث عن أسبابه الحقيقية ويضيف مرزة ما من شيء تظهره هذه الأحداث والوقائع أكثر من حاجة أوروبا وأمريكا إلى المراجعات وإذا كان ثم تخير من تلك المراجعات فسيكون للغرب أولا وآخرا دون أن ينفي هذا إمكانية استفادة الآخرين إيجابيا بتخفيف الأزمات التي تفيض على العالم بسبب سيطرته الاقتصادية والسياسية والعسكرية لكن هذا لن يعفينا كعرب من قلع أشواكنا بأيدينا وتصحيح أوضاعنا في كل مجال مشاهدنا سيكون معنا بعد الفاصل الدكتور زيد النوايسة أستاذ العلوم السياسية وذلك للحديث عن محاور هذه الحلقة أرجو تفضلكم بالبقاء معنا أهلا بكم من جديد مشاهدنا أرحب بضيفي في الأستوديو دكتور زيد النوايسة أستاذ العلوم السياسية مرحبا بك دكتور زيد معنا أهلا سيدي أهلا بك دكتور نبدأ من صحيفة العربي الجديد عنوان حراك أربيل يمهد لتوزيع الرئاسات والمناصر بسلة واحدة تقول الصحيفة بعد فشلها في تحقيق نصاب الكتلة البرلمانية الكبرى وجهت كتل سياسية بوصلتها باتجاه قوى أقليم كردستان الحليف القديم يرى المحلل السياسي العراقي حسان العيداني أن توجه الكتل السياسي نحو أقليم كردستان يشير إلى وجود رغبة بتوسيع إطار تحالفات تشكيل الحكومة برأيك دكتور ما الذي تريده القوى السياسية في بغداد بالعودة إلى الشريك القديم الأكراد يعني من الواضح أن الترويكل الحاكم اليوم في العراق لا تستطيع أن تغفز على الأكراد وبالتالي نحن أمام إعادة إنتاج المشهد الحالي في العراق يعني الانتخابات في العراق يبدو أنها لا يمكن أن تصل إلى توافق سياسي إلا في ظل توزيع المكاسب على كل الأطراف وأعتقد أن هناك فرصة يبدو للإكراد للحصول على ما يريدون لأنه فشلت القوى التي حققت نتائج تحالف سائرون وفي أن تصل إلى توافق حقيقة وبالتالي لابد من اللجوء إلى طرف ثالث وهو الطرف الكردي وبالتالي يتعزز وجوده ويتم إعادة إنتاج المشهد في الحياة السياسية العراقية كما كان سائدا نعم زاوية مقالات قرأنا لحسن سنجاري في التآخي العراقية لعبة الكراسي السياسية يقول الكاتب دهقينة السياسة وفطاحلها يلعبون بمنكر وخديعة ونفاق من أجل الوصول إلى الكرسي بأي ثمن كان حتى وصل الآن سعر كرسي البرلمان العراقي المعلن إلى مليوني دولار وما خفي كان أعظم يقول الكاتب وهي سابقة خطيرة لا مثيل لها في كل دول العالم إذن شراء أصوات ناخبين ثم شراء كراسي البرلمان وكراسي الحكومة ومن قبلها شراء الذمم يعني هل هو ملك لهؤلاء فقط؟ وهذا دليل على بؤس الحياة السياسية يعني ما هو النائب الذي يحصل على أو يحصل على هذا المقعد البرلماني مقابل اثنين مليونه ربما أكثر الحقيقة نعم هو ربما يعني يريد أن يوظف هذا المبلغ كاستثمار للوصول على مكاسب أخرى وبالتالي لا يمكن أن يكون معبر عن الناس وعن أوجاعهم وعن أحلامهم هذا دليل آخر على بؤس الحالة السياسية عندما يدخل المال السياسي وبالتالي نحن أمام مشهد يعيد إنتاج ظاهرة الفساد التي تؤدي إلى شراء المقعد السياسي لاحقا ليس فقط المقعد البرلماني وبالتالي شراء المقعد السياسي توظيفا استثماريا هذا أمر خطير الحقيقة نعم دكتور ننتقل إلى صحيفة الحياة اللندنية طالعنا فيها ارتفاع ملوحة شطة العرب يهدد الحياة في البصرة وهو موضوع بيئي مهم حيث أعلن مركز علوم البحار في جامعة البصرة في تقرير له أن مياه شطة العرب تسجل ارتفاع في نسب الملوحة لم تشهد مثله منذ أكثر من عشر سنوات وهي نسبة خطتها مياه البصرة منذ فترة طويلة برأيك ما الأسباب؟ يعني عندما تتحول مياه البصرة إلى أشبه بمياه البحار وبالتالي هذا إنعكاس سلبي ليس فقط على الزراعة بل على الإنسان لأنها تستخدم في الشرب وبالتالي هذا دليل آخر على أنه هذا المرفق الحيوي المهم الذي ينعكس على حياة الناس يتم تجاهل وعدم الاهتمام فيه عندما ترتفع نسبة الملوحة حسب ما تشير منظمة الصحة العالمية إلى أعلى مستويات موجودة هي تشكل خطر بيئي وصحي وزراعي وبالتالي اليوم الحقيقة حريب القيادات السياسية في العراق أن تعطي هذه الأهمية أولوية واضح أن المشهد لم يبدأ بين يوم وليلة نحن نتابع تراجع وضع مدينة البصرة منذ الاحتلال منذ عام 2003 لم يعد هناك اهتمام واضح أدى في النهاية إلى الوصول إلى هذه الحالة المأسوية التي قد تؤثر على صحة الناس وعلى مسألة الزراعة في منطقة الخصيب وهذا مؤشر خطير الحقيقي ويستدعي الاهتمام نعم ننتقل الدكتور إلى الشؤون العربية والعالمية عنوانة صحيفة الشرق الأوسط آلاف العائلات مشردة بعد أربع سنوات على حرب غزة تنقل الشرق الأوسط عن الخبير الاقتصادي مهر الطبع قوله أن عملية الإعمار في غزة ما زالت تترنح وغير مكتملة وأن الوضع الاقتصادي في قطاع غزة سيء جدا وأن كل المؤشرات الاقتصادية تشير لسوء الأوضاع على مختلف الأصعدة وقد تزداد في الفترات المقبلة برأيك دكتور ما الذي يراد من تجويع وحصار غزة في هذه الأوقات بالذات؟ هذا في إطار المشروع الإسرائيلي لإنهاء غزة وإخراجها من معادلة الصراع الآن نحن نتحدث عن منطقة تعتبر الأكثر كثافة سكانية في العالم وهي حسب تصنيف المنظمات العالمية الأكثر سوءا للحياة البشرية من الناحية الصحية والغذائية والبيئية يعني مدينة غزة اليوم هناك العشرات الألاف من الناس مشردين ظروف بيئية وتلوف بيئة غير مسبوك في منطقة سواحل وشواطئ غزة محاصرة في الغذاء عملية إغلاق مصادر التمويل التي كانت الأنفاق تشكل انقطاع الكهرباء أيضا انقطاع الكهرباء بشكل دائم يعني هناك أسوأ وصفة للحياة البشرية تكون في هذه المدينة إسرائيل تحاصرهم قبل يومين أغلقت معبر كرم أبو سالم وبالتالي هي تشدد الحصار لم يبقى إلا المعبر المصري المستويات الدخل المتدنية حجم الإعالة يتراجع عملية إعادة الإعمار على آخر عدوان إسرائيلي لم تنفذ بنسبة 20% فقط تم إنجازها نعم دكتور أيضا صحيفة الوطن العمانية تناولت مأساة الروهينغا وتقول وحدات خاصة وراء طردهم من مينمار وهناك اتفاق سري مع الأمم المتحدة لن يمنحهم الجنسية وتقول جماعات تدافع عن حقوق الإنسان ووكالات إغاثة إن المفاوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذين قضي شهورا في التفاوض بشأن الاتفاق لم يحصل على تنازلات قوية من حكومة مينمار لا سيما في قضايا مهمة للروهينغا مثل الجنسية وحرية الحركة إذن الأمم المتحدة الآن لم تستطع عمل شيء للروهينغا ما العمل إذا؟ الأمم المتحدة ينعكاس للموقف الدولي والموقف الولايات المتحدة الأمريكية التي صمتت اليوم أمام عملية تطهير عرقي وديني غير مسبوق هناك شبه إبادة جماعية لهؤلاء الناس غادروا بلادهم وحرموهم الجنسية وهم الآن في عهدة بنجلاديش تقريبا المئات الآلاف موجودين في بنجلاديش اليوم هذه قضية إنسانية طالما أن المتحدة تعلن عن عجزها في القيام بأي شيء نحو هؤلاء الناس ماذا يستطيع أن يقدم العالم أعلى هيئة أممية معنية بإغاثة المضطهدين والمشردين من بلادهم هناك سؤال كبير نحن أمام عملية تطهير عرقي وديني غير مسبوق وأمام صمت عالمي ما في صمت الولايات المتحدة الأمريكية نعم دكتور في تقرير لصحيفة الغد الأردنية أمريكا وصين تدخلان في أكبر حرب تجارية بالتاريخ يقول التقرير يبدو أن المحادثات التي استمرت لأشهر بين القوتين الاقتصاديتين فشلت بعد أن حذرت ترامب من دخول الرسوم حيز التنفيذ وأن واشنطن مستعد لتصعيد النزاع فيما اتهمت بكين من جانب آخر اتهمت الولايات المتحدة بمهاجمة العالم بأسره عبر فرض الرسوم الإضافية برأيك هل تتطور الحرب التجارية بين أمريكا وصين إلى حروب أكثر شراسة في المستقبل؟ يعني واضح أننا أمام صراع اقتصادي بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم الولايات المتحدة الأمريكية تفرض مزيد من الضرائب والرسوم تتجاوز المتين مليار في آخر قرار للرئيس الأمريكي الصين لجأت إلى منظمة التجارة العالمية لتقديم شكوى ولكن صين تتحرك على الأقل الآن تتحرك اقتصاديا الصين لديها مشروع كبير هو مشروع طريق الحرير أو الطريق والحزام ترصد له تريليون دولار هي تريد أن تصل إلى آسيا والأفريقا وصولا إلى سلطنة عمان ما يعزز فرص نجاح الصين في هذا المشهد قبل أيام عقد منتد الصيني العربي وقدمت الصين عشرات الملايين دعم للاقتصاد في العالم العربي في سياق سراحة مع الولايات المتحدة الأمريكية ما يعزز هذا الأمر أن رئيس ترامب يتخبط في سياسة الاقتصادية ليس فقط مع الصين هو قبل يومين في لقاء الناتو هاجم الدول الأوروبية بل أنه اتهم ألمانيا أنها تابعة لروسيا وتنحاز إلى الاقتصاد الروسي بالمقابل ردت عليه مراكل نحن أمام رئيس مختلف في الولايات المتحدة الأمريكية يريد أن يهيمن على كل منافذ الاقتصاد العالمي النقطة الأساسية التي انطلق منها هي محاربة الصين باعتبارها القوى الاقتصادية التي تنافسه لكن الصين تتحرك اليوم هي تستثمر مثلا في جبوتي قدمت لجبوتي مليار وثلاثمئة مليون قروض هي موجودة في إفريقيا بشكل كبير قبل يومين هناك كلام عن اتفاق كبير مع الكويت يسمح لها بالاستثمار في جزيرة بوبيان هي تتحرك في مجال الاستثمار في خطوط السكك الحديدية وفي خطوط الموانئ وتطوير صناعة النفط وبالتالي الصين ذاهبة لأن طبيعة الصينيين يذهب إلى ما يسمى بسياسة الاحتواء الناعم أو الحرب الاقتصادية لا تفكر في صراع سياسي أو عسكري مع الولايات المتحدة الأمريكية نعم في العرب القطرية طالعنا لعادل المطيري ترامب وحرب البترول الجديدة يقول الكاتب في مقاله كعادته الرئيس الأمريكي ترامب يمارس التهديد والوعيد والمساومة العلنية التي لا تخلو من التحقير لحلفائه على الأخص وتذكيرهم بعجزهم وحاجتهم الأمنية للولايات المتحدة إذن ترامب من حرب تجارية إلى حرب بترولية ماذا يريد ترامب برأيك؟ هو يريد أن يقول أن هذا النفط الموجود في العالم كله يجب أن يوظف للولايات المتحدة الأمريكية لذلك هو يفرض على حلفاءه في المنطقة أن عليهم أن يحددوا حجم إنتاجهم بحيث يكون السعر إلى حد معين بحيث لا يؤثر على الإنتاج الأمريكي سواء من الزيت الصخري الذي يشكل اليوم بدينة لنفط الولايات المتحدة الأمريكية وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية من أكبر الدول المنتجة له وبالتالي هو يريد أن يقول بصراحة أن الولايات المتحدة الأمريكية تقدم هذه الحماية ليس بالمجان هي تريد بالمقابل أن تكون هذه الأطراف التي تملك مخزون هائل من الثروة النفطية خاضعة لسياسة الولايات المتحدة الأمريكية النفطية نعم أخيرا في صحيفة المدينة السعودية قرأنا للكاتب وائل مرزة في الفوضى التي يشهدها العالم يقول الكاتب ثمت خطأ يجري من حولنا في هذا العالم الكبير فكل المعطيات تشير إلى أنه حساس وخطير وأن تأثيره السلبي يهدد البشر في كل مكان لكن المفارقة تتمثل في أن أصحاب القرار الدولي يتعامل مع أعراضه السطحية دون أن يبحثوا عن الأسباب الحقيقية برأيك لماذا يتعامل أصحاب القرار الدولي دائما مع الأعراض السطحية ويتركوا أساس دمار أو أساس تدمير العالم يعني واضح أن اليوم هذا يعيدنا إلى القوتين اليوم العظميين في العالم الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا التي تحاول أن تستعيد دورها على المسرح الدولي بعد أنيار الاتحاد السوفيتي نحن أمام إدارة في الولايات المتحدة الأمريكية مختلفة تريد أن تحقق مصالحها بمعزل عن مصالح كل الأطراف الأخرى في العالم حتى بما فيهم الحلفاء الأوروبيين حجم الغضب اليوم في أوروبا من الولايات المتحدة الأمريكية هو حجم غير مسبوق يعني البريطانيين وهم حلفاء تقليديين يتركوا مساحة كبيرة عن الولايات المتحدة الأمريكية لأن الولايات المتحدة الأمريكية في ظل هذه الإدارة تريد أن تذهب إلى خياراتها بمعزل عن التداعيات السلبية نعم هم دكتور لا يعارجوا المسألة جذريا نعم دائما يتركوا المسألة معاومة تماما لذلك حتى تكون الولايات المتحدة الأمريكية فاعلة وموجودة في المنطقة لابد من بقاء القضايا العميقة التي تؤثر على حياة الشعوب ماثلة وموجودة وغير طابلة حتى يكون هناك استثمار لها وبالتالي عدم استقرار هذا يؤدي إلى الفوضى في المشهد الدولي بالتأكيد نعم إذن بهذا نختم أشكرك شكرا جزيلا دكتور زيد شكرا سيدي شكرا مشاهدنا كان معنا الدكتور زيد النوايس أستاذ العلوم السياسية حتى ألتقيكم في حلقة مقبلة لكم التحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة